الطمر من الرموز المحمودة لكن خلي بالك لو انت شفت ان انت بتقطفه من نخلة وانت اعزب ده معنى ان انت حتتزوج امرأة صالحة ومن اسرة طيبة طيب لو حد مش بينوي زواج وشاف انه بيقطف الطمر ده معنى انه حينول الفترة اللي جاية مال بدون مشاكل لو حد مريض وشاف انه هو اخد طمر واكله ده بمعنى ايه ده بمعنى انه شفاء الفترة اللي جاية باذن الرحمن طيب الشخص اللي يشوف انه ماسك نوى هو معوش طمر اصلا هو في ايده نوى طمر ده معنى ان الشخص ده فيه صفر وفيه انتقالات كتير قوي هتحصل في حياته الفترة اللي جاية لو شفت انه انا بقطف الطمر ولكن بقطفه ولسه مش ناضج بس انا قطفت واخدت انه هتكون صاحب علم بس مش هتنتفع به يعني علمه مالوش اي داعي عندك ولا هتستخدمه في حاجة اشتركوا في القناة